بسم الله الرحمن الرحيم أعزقنا طلبة الصف الثاني السنوي بنكمل معكم رحلتنا مع فرع المنطق النهاردة إن شاء الله هنكمل موضوع القضايا المنطقية من حيث التقسيم وأنواع القضايا المنطقية وتصنفها إيه هي أنواعها وكمان هناخد أسئلة وتطبيقات على القضايا المنطقية يلا بينا نبدأ حلقتنا القضايا المنطقية طبعا إحنا هنكمل موضوع الحلقة اللي فاتت فلازم نفكرك إيه هي القضايا المنطقية القضايا حضرتك قاضي القاضي عاد بيحكم آه يحكم إذا كان براءة ولا بيحكم بيودين متهم فأنت المنطق ببينه علم كواعد التفكير إنت القاضي بقى هتحكم إزاي لازم عشان تحكم يكون قدامك قضية تنفع يعني في قضية كاملة عشان كده القاضي لما بيحكم بيكون لازم النيابة جابت الملف كامل وجابت الأدلة وفيه دفاع فأنت برضو عشان تحكم لازم القضية اللي قدامك تكون جملة خبرية بتديك خبر يبقى القضية هي جملة خبرية ليه جملة خبرية؟ ليه الشرط أن أنت تكون جملة خبرية عشان تقدر تحكم إذا كانت هذه الجملة صادقة أم أنها كاذبة؟ في المنطق ما بسميش الجملة أي جملة في المنطق تلاقيها ما تقوليش دي جملة تقولي قضية مثال لما قولك محمد صلاح هو هدى في الدوري الإنجليزي لعام عشرين اتنين وعشرين دي جملة بتديك خبر بتديك بتخبرك بشيء هي قضية منطقية صادقة شوف نفس بقى الجملة هغير فيها حاجة واحدة بس بدل ما أقول الدوري الإنجليزي هاشيل كلمة الإنجليزي وقول الدوري المصري تبقى هنا قضية منطقية كاذبة أنت كده ليه؟ يبقى احنا في المنطق بنسمي بنفكرك تاني عشان هنكمل الحلقة في المنطق بنسمي الجملة الخبرية قضية منطقية يبقى في المنطق لا نتعامل إلا مع الجملة الخبرية ملحوظة مهمة وقولنا اوعى تجيب لي أي جملة إنشئية زي أمر زي نهي تمني استفهام وتقول لي دي قضية منطقية يبقى الفكرة الأساسية أن احنا في المنطق لا نتعامل إلا مع جملة خبرية تمام؟ فلما تلاقي قدامك جملة خبرية ما تقوليش دي جملة خبرية تقول لي قضية منطقية ما تقوليش عن مبتدأ مبتدأ اللي هو في أول الجملة هتقول لي عليه موضوع ما تقوليش على الخبر إنه خبر قولي عليه إنه محمول تقسيم القضايا تعال نقسم القضايا بقى لإن القضايا هتلاقيها كتير تقسيم القضايا من حيث التركيب ومن حيث الناحية المنطقية من حيث التركيب يعني أما قولك من حيث التركيب يبقى في حاجات مركبة وفي حاجات بسيطة تمام يبقى بسيطة ومركبة ومن الناحية المنطقية تنقسم إلى ثلاثة تكرارية متناقضة عرضية القضية البسيطة ليس منها بسيطة تتكون من موضوع محمول المركبة بتتكون من قضيتين يبقى لو انت عندك جملة واحدة مبتدأ وخبر اسمها بسيطة قضية منطقية بسيطة لو انا جبتلك جملتين خبريتين مع بعض وقدناك الحلقة اللي فاتت الروابط القضوية بينهم حرف الواو او في النص او او بدأت باذا تبقى قضية مركبة من الناحية المنطقية في قضية اسمها تكرارية يستحيل كذبها زي ايه هنقرض بالامثلة وفي قضية متناقضة عكسها يستحيل صدقها وفي قضية عرضية تحتمل الصدق او الكذب تبقى للواقع تعالى بقى ناخد اول قضية معنا وهي القضية البسيطة قضية بسيطة يعني بتتكون من موضوع محمول ودايما بتكون فيها صفة تسمى القضية البسيطة او الحملية بتوصف شيء بتقولك السماء ممطرة دي قضية بسيطة فين الموضوع عندك هنا انت بتتكلم عن مين عن السماء ايما ده الموضوع قلت عن السماء اخبرتني ايه عن السماء انها ممطرة ده المحمول القضية التانية مثال الارض مبتلة دي قضية منطقية بسيطة موضوع محمول بس بتحمل صفة على شيء معين انت هنا بتتكلم عن مين عن الارض بالارض الموضوع قلت عن الارض ان هي ايه ان هي مبتلة بص بقى القضية المركبة اذا كان البسيطة تتكون من موضوع محمول لا المركبة تتكون من قضيتين بسيطتين وعشان يبقوا قضيتين بسيطتين هربطهم برابط قضوي يعني هحط القضيتين دول مع بعض ازاي هقولك امطرت السماء ادي القضية الاولى وابتلت الارض كده دي اسمها قضية مركبة هناخد امثلة تانية للقضايا المركبة هناخد قضية بسيطة تقولنا القضية البسيطة موضوع محمول مثال اما قولك دكتورة نبيلة عبدالجواد تراجع منهج الفلسفة بالمنصة دي كده قضية بسيطة بديك خبر ان الدكتورة نبيلة عبدالجواد وهي شخصية قديرة ولها مكانتها هي من يراجع المنهج اللي انت شايفه بالمنصة قضية بسيطة مثال اخر دكتورة نبيلة عبدالجواد تراجع منهج علم النفس بالمنصة دي كده قضية تانية خالص بص بقى هخليها قضية مركبة القضية المركبة يبقى ان القضية البسيطة موضوع محمول عارف انت الجملة اللي فيها نعم بتوصف شيء دي كده القضية البسيطة انما القضية المركبة انت بتجيب جملتين على بعض وتربطهم بحاجة اسمها رابط قضوي فعشان تربطهم احنا اخدنا اربع انواع من روابط ياما في النص كلمة وو حرف الواو اسمها رابط واصل او في النص او رابط فاصل او في الاول الجملة بجيب كلمة اذا او بجيب كلمة ليسا اي جملة تلاقي في النص واو يبقى دي كده جملة مركبة قضية مركبة اي جملة في النص او قضية مركبة عن طريق رابط الفاصل اي جملة بدأت باذا قضية مركبة عن طريق رابط الشرط هعمل لك المثال تاني هنا يبقى ما اقول لك دكتور نبيل عبدالجواد تراجع منهج الفلسفة بالمنصة ادي قضية بسيطة موضوعه محمول من الموضوع بتكلم عن مين عن الدكتور نبيلة قلت عنها ايه ان هي تراجع منهج الفلسفة ده جده المحمول القضية المركبة قلنا قضيتين مع بعض بص بقت ازاي الدكتور نبيل عبدالجواد تراجع منهج الفلسفة ومنهج علم النفس كده بقت دي قضية مركبة كده خلصنا القضايا من حيث التركيب قلنا قضية بسيطة موضوع محمول او قضية مركبة قضيتين بسيطتين بينهم رابط سواء رابط الوصل اللي هو حرف الواو او رابط الفصل اللي هو او او في بداية الجملة ايزا انما ما اجتكلم بقى عن تصنيف وتقسيم القضايا من حيث الناحية المنطقية قلنا عندنا تلت انواع قضية تكرارية يعني ايه تكرارية انت بتكرر نفس الحاجة ما بتدينيش جديد سمع تحصيل حاصل يعني ايه تحصيل حاصل ما بتدينيش جديد فبالتالي يستحيل كذبها صادقة دائما ايه ده ايه ده زي ايه خد المثال ده المنطق امثلة خد المثال وفهمه وطلع منه المعلومة اما اقول كل العزاب غير متزوجين ما هو عزاب او غير متزوجين تكرار العزاب يبقى اسمها تكرارية يستحيل كذبها قالين فاقولك كل العزاب غير متزوجون اقول كاذبة لا طبعا ازاي عزاب واقول متزوجون يبقى كده مترقدة مثال اخر كل الناجحين غير راصبين شفت بقى فهمت يعني هي تكرارية يعني المحمول هو تكرار للموضوع تحصل حاصل المحمول مدكش جديد لم يخبرك بجديد فبالتالي يستحيل كذبها صادقة دائما القضايا المتناقضة القضايا المتناقضة هي عكس القضية التكرارية فهي قضية يستحيل صدقها لانها كاذبة دائما وهناخد امثلة مثال بعض العزاب متزوجين ينفع اقولك عزاب متزوجين ده كده في تناقض كاذبة دائما يستحيل صدقها مثال اخر بعض الناجحين راصبين كاذبة دائما هل ينفع اقولك ناجحين وراصبين ده كده فيها تناقض يبقى القضية التكرارية يعني المحمول بيكرر الموضوع صديقة دائما كل العزاب غير متزوجين كل الناجحين غير راصبين دي كده تكرارية صديقة دائما إنما عكسها القضية المتنقدة زي ما قولك بعض العزاب متزوجين لا هذه هي بتكون كاذبة دائما في قضية من حيث التركيب أو من حيث الناحية المنطقية النوع الثالث عندنا اسمها قضية عرضية هي القضية تحتمل الصدق أو الكاذب يبقى لو أنا كنت بقول القضية التكرارية صديقة دائما والمتنقدة كاذبة دائما في واحدة بقى وسط تحتمل الصدق أو الكاذب حسب الواقع مثال هنجد إن معظم القضايا التي نتدولها في حدثنا اليوم قضايا عرضية مثال المعادن تتمدد بالحرارة لكذا قضية عرضية تقدر ترجع للواقع وتشوف إذا كانت صادقة أو كاذبة مثال الحديد يطفو فوق الماء قضية عرضية ونحكم عليها إن هي قضية كاذبة دائما في المنطق أهم شيء بعد ما تفهم المعلومة إن أنت تعمل تطبيقات وتحل الأسئلة لشان كده هنتناول بعض الأسئلة على حلقة اليوم السؤال الأول أحمد شوقي شاعر مصري تعبر العبارة السابقة عن قضية ألف بسيطة ب مركبة جيم تحليلية دا المتنقضة إحنا قلنا طبعا القضية المتنقضة هنلاقي فيه تراقط فيها يعني الجزء التاني عكس الأولاني القضية البسيطة من موضوعه ومحمول طبعا دي كده قضية بسيطة طب ليه ما قلناش قضية مركبة القضية المركبة لازم ألاقي في نص الجملة كلمة واو أو 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 بتبدأ بإذا أو في الأول ألاقي كلمة ليس طبعا ما عنديش قضية هنا القضية التحليلية اللي هو أصدق القضية طبعا هنا أنا ما بستخدمش كلمة قضية تحليلية أنا بستخدمي إما تكرارية من حيث الناحية المنطقية أو متنقدة أو عرضية فده من البديل ده أصلا مش عندي سؤال آخر أمطرت السماء وابتلت الأرض تعبر العبارة السابقة عن قضية ألف بسيطة ب مركبة جيم تحليلية ده المتنقدة طبعا هنا ما ينفعش أقول قضية بسيطة لأن القضية البسيطة موضوع محمول إنما هنا الإجابة هي قضية مركبة لأن دول قضيتين أمطرت السماء دي قضية ابتلت الأرض دي قضية تانية ربط بينهم رابط الوصل اللي هو حرف العطف سؤال آخر كوكب الأرض مركز الكون تصنف من الناحية المنطقية كقضية ألف بسيطة به مركبة جيم عرضية ده المتنقدة طبعا الإجابة عندي هي قضية عرضية أقدر أتحقق منها إذا كانت صديقة أم كاذبة سؤال آخر الإنسان هو الأدمي تصنف من الناحية المنطقية كقضية ألف تكرارية به مركبة جيم عرضية ده المتنقدة طبعا الإجابة تكرارية يعني تحصيل حاصل يستحيل كذبها لأنها صادقة دائما الإنسان هو الأدمي ده هو ده تكرار تحصيل حاصل مدتنيش جديد كل الناجحين غير راصبين تصنف من الناحية المنطقية كقضية طبعا هنا أنا أقول لك لا تكرارية التي يستحيل التي يستحيل كذبها لا تكرارية صادقة دائما والتي يستحيل صدقها ده المتنقدة كاذبة دائما تحتمل الصدق أو تحتمل الكذب ده القضية العرضية كل الناجحين غير راصبين تصنف من الناحية دي كده قضية يستحيل كذبها لأنها قضية تكرارية بعض الناجحين راصبين تصنف من الناحية المنطقية كقضية ألف يستحيل كذبها به يستحيل صدقها جيم تحتمل الصدق دال تحتمل كذب طبعا الإجابة يستحيل صدقها لأنها قضية متنقدة ممكن يغير البدال دي فساعدة هنا يكتب لي قضية متنقدة وهنا التي يستحيل كذبها هي القضية التكرارية بعض الناجحين راصبين تصنف من الناحية المنطقية كقضية بص بقى غير البداية بدلا ما يقول لي يستحيل كذبها راح أجل لي تكرارية تكرارية به متنقدة جيم عرضية دال مركبة طبعا أما يقول لي بعض الناجحين الراصبين دي قضية متنقدة مصر تقع في شمال قارة إفريقيا العبارة السابقة تصنف كقضية ألف تكرارية به متنقدة جيم عرضية دال بسيطة طبعا هنا ما نفعش اختار ما عنديش اختيار مركبة ما عنديش متنقدة فيش تناقض هنا في الكلام ولا في تكرار المحمول مش تكرار للموضوع قلنا التكرارية دي يعني يقول لك الإنسان هو الأدمي طبعا هنا قضية دي قضية بسيطة وبكده وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم وهنفضل معاكم إن شاء الله لآخر السنة والسنة دي والسنة الجاية لحد إن شاء الله ما تحققوا هدفكو وتطلعوا من الأوائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة